ودي نفس الألية اللي شغالة عليها دلوقتي وزارة التربية والتعليم في تطوير المدارس الفنية موضة هي دي المبادرة اللي احنا بنساعد الدولة وزارة التربية والتعليم في تحقيقها نحن شريك مع وزارة التربية والتعليم لأن المدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم مدارس الفنية بقطاعاتها الأربعة لحضراتكم عارفينها صناعي تجاري فندوقي وزراعي هي تابعة لوزارة التربية والتعليم كل الحكاية أن ننصق العملية وبنمول جزء من تكلفة هذا المشروع الضخم الحقيقة اللي فيه عناصر كثيرة جدا أحب أن أدي فكرة لحضراتكم عليها لأنه داخله برنامج اسمه برنامج التحول الثقافي الحقيقة هؤلاء الطلبة بيتخرجوا من الإعدادية وبيلتحقوا بالمدارس الفنية بس مش بيكون برضو عندهم دراية بأخلاقيات سوق العمل فعن طريق برنامج التحول الثقافي يتعلم الطالب الكلام ده بيحصل بالتنصيق مع إدارة تطوير التعليم الفني هي التطوير التعليم الفني داخل وزارة التربية والتعليم إحنا بنعلم الطلبة يعني إيه احترام الموعيد يعني إيه الانضباط يعني إيه الدقة يعني إيه الأمانة صلع كادر يقدر يتواكب مع متطلبات سوق العمل مش بس المحلية لأ العالمية صندوق التعليم حياة مهتم ببناء الإنسان المصري مش تعليمه فقط لأنه التعليم لوحده ينهي الوزارة اسمها تربية والتعليم فإحنا مهتمين جدا بأنه نخرج جيل نشأ جديد عنده دراية على أخلاقيات سوق العمل لو حركت تذكر عمالنا المصريين كانوا في كل دول الخليج يعني العراق كويت السعودية كانوا مازالوا أخلاقهم أو بستم برضو يعني استبدالنا بعمل الشرق أسهي مش عشان إحنا مش مهرة لأ عشان فيه إشكالية في الثقافة العمل فإحنا بنحاول نحل هذه الإشكالية وده مهم جدا أنه نكون بندرس مشاكلنا فين وبنشتغل عليه جدا ميزة أخرى بتمنحها مدارس تكنولوجيا التطبيقية هي الاعتماد الدولي الحقيقة دي بتحل مشكلة مجتمعية أخرى وهي الهجرة الغير شرعية لما كان الطالب بيحب أنه هو يسافر بدل ما يسافر فيه مراكب هجرة غير شرعية إحنا بنعمله اعتماد دولي للشهادة فعند التخرج يحصل الطالب على شهادتين شهادة معتمدة من وزارة التربية والتعليم المصرية وشهادة معتمدة من جهة عالمية ذات سيط وثقا يعني بتعمله على سد كل الثغرات اللي كانت موجودة في المصر بصفت هو ده